لو دي الطريقة اللي بتصمم بها الوجهات يؤسف نقولك إنك بالطريقة دي صعب جدا تطلع الوجهة الجميلة المميزة اللي بتحلم بها لمشروعك دي الطريقة التقليدية اللي كلنا تعودنا عليها في تصميم الوجهات المعمرية ولكن الحقيقة دي طريقة تصلح لرسم وإسقاط الوجهة زي ما بنعمل في رسومات التنفيذية وليست طريقة للتصميم وفي فرق جبير جدا من الرسم والتصميم طيب يا ترى هل في طريقة تانية أقدر أصمم بها الوجهات بالفعل فيه طرق كتير للتصميم ولكن النهاردة هقولك على أسهل وأفضل طريقة لتصميم الوجهات المعمرية الطريقة اللي بيستخدمها أغلب المكاتب الهندسية والمعمرين الكبار في تصميم مشاريعهم واللي هتوفر لك وقت وجهة كبير جدا كان بيضيع عليك في استخدام الطريقة التقليدية إيه هي الطريقة وإيه مميزاتها كل ده وأكتر هنعرفه في فيديو النهاردة مع الشرح على أمثلة تطبيقية وفي آخر الفيديو هقولك على نصايح مهمة جدا هتساعدك كتير وإنت شغال على تصميم الوجهات قبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتش بالقناة اشترك حالا وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المستفدين ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن إيه هي الحاجات اللي لازم تراعيها وتاخد بالك منها وأنت بتصميم الوجهات وتكلمنا عن العوامل اللي لازم تتوفر في التصميم زي الجانب الوظيفي والجمالي وغيرها لما شفتش الفيديو هيظهر لك هنا وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن إن شاء الله في الفيديو ده هنستكمل الموضوع وهنتعرف على أفضل وأسهل طريقة لتصميم الوجهات فنصيحة شوف الفيديو اللي فات عشان تستوعب الموضوع بصورة أفضل ولكن قبل ما أقولك على الطريقة لازم نجاوب على سؤال مهم في أي مرحلة في التصميم المخروض أبدأ أفكر في تصميم الوجهة هل بعد ما خلص تصميم المصاكت الأفقية ولا قبلها في الحقيقة لو قلتلك إن التفكير في تصميم الوجهات المعمرية لازم يبدأ من أول يوم ومن بداية التفكير في الكونسب مش هكون بباله وإنت بتفكر في الفكرة التصميمية لمشروعك لازم يكون عندك تصور ولو مبدأي بشكل المشروع ووجهاته وإزاي هتظهر لأنها جزء أساسي لا يتجزأ من الكونسب فلازم طول ما أنت شغال على المصاكت الأفقية دماغك شغالة وبتفكر في الوجهة ولذلك لازم تكون شغال بالتوازي ده يجنبك عمل تغيرات كتيرة في المصاكت الأفقية وربما في الكونسب تبقى أكملها اللي بيحصل أن معظم الطلبة بيشتغلوا على المصاكت الأفقية وبيركز في حلها وضغيا من غير أي تفكير في الوجهات ولما يستقر على المصاكت يبدأ في تصميم الوجهات بالطريقة التقليدية اللي تعودنا عليها ويبدأ يعمل إسقاط للكوتل والفتحات في التو دي بدون أي تخيل لشكل الكوتل وعلاقتها مع بعضها وعلاقة كل وجهة بالأخرى وطول الوقت بتشغل نفسك بشكل الفتحات والكرنيشة والعمود والصور وناس التكوين المعماري اللي لوجهها بالكامل التكوين اللي لازم يكون معبر عن كونسبت المشروع بالضبط زي اللي عامل زوم إينا على جزء صغير من حاجة معينة ومركز فيها وبعدين أول ما يعمل زوم قوت يفاجأ باللي بيعمله ويتصدم والنتيجة يفاجأ أن البلانات اللي حلها مش مساعدها في عمل تشكيل كويس خصوصا على مستوى الفورم والكتل فيضطر يغير البلانات بعد ما خلصها لأنه مش مقتنع بالوجهات اللي عملها ويفضل في دوامة ممكن تخليه يغير المشروع بالكامل لأنه بيكون صعب جدا تخيل المشروع في 3D في الطريقة دي مش بس كده في أغلب الأحيان حل المساقط الأفقية بياخد منك وقت كبير جدا وبالتالي الوقت اللي باقي من زمن المشروع مش كافي إطلاقا لتصميم وجهة مميزة وتفاجأ بموعد تسليم المشروع فتضطر تعمل أي حاجة تسلمها وخلاص وده بيحصل وبتكرر في أغلب المشاريع ولكن تصميم الوجهات بيحتاج لوقت وجهد ومحاولات كتير مش من أول مرة بعض الطلبة بيعمل الوجهة في آخر أسبوع قبل التسليم وربما أقل ويرجع يشتيكي ليه مش بيعرف يصمم وجهة كويسة ومن هنا جات الطريقة اللي هنشرحها النهاردة عشان نعالج أغلب المشكلات دي يا ترى إيه هي أفضل وأسهل طريقة ممكن تستخدمها لتصميم الوجهات الطريقة باختصار هي إنك هتشتغل من أول يوم بطريقة الفولومتريك أو بـ 3D سواء بما كت دراسي للكتل هتعمله بخامات بسيطة بالورق أو الخشب أو الصلصال أو الفوم أو باستخدام البرامج الهندسية في عمل إكسترود للكتل بشكل بسيط بمعنى إنك هتوزع الفراغات وتحدد العلاقات بينها طبقا للبرنامج الوظيفي وتوزيع الأدوار وبالتالي هتقدر تحدد كتل المبنى من بداية المشروع بمعنى أدك بتعمل زونج للمشروع في 3D مش في 2D زي ما تعودنا قولي ده قبل ما تتعمك في حل المصاكت الأفقية وتفاصيلها وهتبدأ تدرس الفوروم كوحدة وحدة ولما تستقرع على الشكل أو الفوروم المناسب لظروف مشروعك وموقعه والمعبر عن كونسبت المشروع هتبدأ تشتغل على التفاصيل وشكل الفتحات وعناصر التشكيل وهتستخدم مبادئ التشكيل اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات ده يساعدك جدا في تخيض المشروع من أول يوم لأنك جمعت بين 2D وال3D وكمان هتقدر تعمل بدايل كتير للتشكيل وتختار البديل الأمثل وده يديك ثقة جمدة ويوفر عليك وقت وجهد كبير جدا وخلينا أقولك على الخطوات بالتفصيل أول خطوة من خلال البرنامج الوظيفي حددت فراغات المشروع وعرفت المساحات المطلوبة لكل فراغ وعرفت العلاقات بين العناصر ووزعتها على الأدوار وبالتالي هتقدر تحدد كتة للمبنى والارتفاعات المسموحة وعرفت مساحة وحجم المشروع بالنسبة للأرض وبالتالي تقدر تعرف فرص التشكيل عندك في المشروع الخطوة الثانية هتبدأ تعمل بدايل التشكيل بأشكال بسيطة بما يتناسب مع فكرة مشروعك والموقع وشكل الأرض وتقدر تعمل أكتر من بديل التشكيل وهتدرس البدايل المختلفة وبالتالي هتقدر تختار البديل الأمثل واللي بيحقق أكبر قدر من المميزات لمشروعك واللي بيراعي الموقع والفيو وغيرها من المحددات وطبعا لو ربنا أنعم عليك وعندك كونسبت معين لمشروعك وعارف شكل مشروعك هيطلع إزاي ده هيساعدك ويختصر عليك وقت كبير في الخطوة دي الخطوة الثالثة بعض المشاريع بتتكوم من أكتر من كتلة زي مثلا مشاريع الكليات والمستشفيات واللي فيها أقصام وأجنحة كتير في الحالة دي هتبدأ في تأسيم الكتلة الأساسية اللي اخترتها على أساس البرنامج الوظيفي وتوزيع الفراغات وهتختار الفرم المناسب اللي يتناسب مع الموقع والفيو وشكل الأرض وغيرها من المحددات الخطوة الرابعة هتبدأ تفكر في تشكيل الكتل على أساس الاعتبارات الوظيفية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات بمعنى الوظيفة هتكون هي المحرك اللي على أساسه هيطلع الفرم بمعنى إنك من خلال تحليلك للموقع هتبدأ تستفيد من مميزات الموقع وتحل المشاكل والعيوب فهتبدأ تحدد الفيو وتشوف إزاي هتخلي أكبر قدر من الفراغات مطلة على الفيو وهتحدد زوايا رؤية المبنى المهمة المطلة على الشوارع الهمة واللي هتركز عليها في التشكيل وهتبدأ في وضع الفتحات مع مراعاة دخول الإضاءة الطبيعية والتهوية لكل الفراغات مع مراعاة الخصوصية والجوار طبعا وهتشوف إزاي هتوفر الحماية للمبنى من الشمس والرياح الغير محببة والضوضاء بعمل المعالجات البيئية المختلفة تقدر تعمل الكلام ده بكل سهولة في المودل أو الماكلة الدراسي اللي عملته أو لو بتشتغل ببرامج الهندسية هتعمل إكسكترود للكتل بدون أي تفاصيل على أي برنامج وهتاخد لقطة أيزومترك للمشروع وتطبعها وحط شفافة ويبدأ أفكر بإيدك مرة واثنين وعشرة شفافة وراء شفافة وبديل واثنين وثلاثة لغاية ما توصل للحل المناسب اللي بيحقق أكبر قدر من المميزات الخطوة الخامسة هتبدأ في وضع اللمسات الجمالية على الفورم أو التشكيل الأساسي للمشروع فهتبدأ تحدد شكل الفتحات والعناصر الجمالية والمعالجات المختلفة بما يتناسب مع كونسط المشروع وجينا هتستخدم مبادئ وأسس التشكيل اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي فات وتشوف إيه اللي يناسب مشروعك وتستخدمه زي مثلا نقاط الجذب في المشروع واللي هتستخدم معها مبدأ السيطرة سواء بالشكل أو اللون أو الخمات والإقاع اللي بتستخدمه مع العناصر اللي بتكرر كتير في الوجهة في بعض المشاريع زي البلكونات والشبابيك وغيرها من العناصر عشان ما تبقاش مقاررة ومملة وتستخدم النسب والتدرج واختيار الخامات والألوان وغيرها من المبادئ اللي قلنا عليها مع مراعاة الوحدة في التكوين عشان يكون مشروعك مترابط ومتجانس وروح وحدة وما تنساش التأكيد على مدخل المشروع طبعا الطريقة دي عملية وسهلة جدا وبتجمع بين الجانب الوظيفي والجانب الجمالي الأمر اللي بيخليها من أفضل وأسهل الطرق اللي هتخليك تستمتعون تشغال على التصميم وهتساعدك كتير في الحصول على وجهات جميلة ومميزة وكمان بيشتغل بيها أغلب المكاتب الهندسية الشهيرة وأنا فعلا بيشتغل بيها في أغلب المشاريع اللي اشتغلت عليها وصممتها جربوها وهتشوفوا الفرق طب يا ترى إيه هي مميزات الطريقة دي واللي بتميزها عن الطريقة التقليدية الطريقة دي مش بس بتساعدك في تصميم الوجهات دي بتساعدك في تصميم المشروع بالكامل وبتضمن لك إنك من أول يوم محدد فرم المشروع عارف عدد الأطوار وفرص التشكيل وشغل بالتوازي بين المصاقط الأفقية والوجهات والقطعات وبين 2D وال3D فأي تغيير هتعمله في الكتلة هينعكس معاك مباشرة على البلانات والعكس وبالفعل أنا شرحت الطريقة دي بالتفصيل في فيديو كيف هتصمم مشروع معماري الفيديو هيظهر لك هنا وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن لللي حابب يستدين الطريقة دي كمان هتوفر عليك وقت كبير جدا كنت بتستهلكه في عمل التغييرات لو اشتغلت بالطريقة التقليدية وكمان هتساعدك في عمل بدايل كتير للوجهة وبالتالي بتكون متأكد من البديل اللي اخترته إنه الأنسب لمشروعك وبالتالي ثقتك بتزيد في شغلك وتصميمه الطريقة كمان هتساعدك جدا لو قدراتك في الرسم والإسكتشات مش قوية لأنها بكل بساطة معتمدة على مكتة الكتل الدراسي أو البرامج الهندسية اللي هتساعدك في رسم الكتل وعمل لقطات تشتغل عليها زي ما قلنا الطريقة كمان بتديك ثقة وبترفع ضغوط كبيرة جدا من عليك مقارنة بالطريقة التقليدية لأنك من أول يوم عارف شكل مشروعك وعارف هيظهر إزاي بعكس اللي كان بيحصل إنك تفضل شغال على البلانات ومش بتعطي وقت كافي لتصميم الوجهات لأنك مش بتلحق من الأساس أخيرا الطريقة دي لا تتعارض إطلاقا مع فكرة حرية الإبداع في التصميم أو إنك تكون مقيد بخطوات محددة في العملية التصميمية وبالتالي يؤثر على الجانب الإبداعي بالعكس الطريقة دي بتشجعك إنك تنطلق وتبدأ فعليا من أول يوم بدون تضيع وقت كبير جدا في التفكير بدون عمل وأهم ميزة في الطريقة دي واللي عليها دور كبير جدا في تقييم المشاريع إنها بتخلي تصميمك للوجهة مبنى على قرارات نتج عنها الفورم أو الشكل اللي عملته بمعنى الشكل تابع للوظيفة مع اعتبار النواحي الجمالية طبعا فكل خط في الوجهة معمول لسبب محدد مش عشوائي بحيث لو حد سألك ليه عملت الكتلة بالشكل ده هيكون عندك رد مقنع وبالتالي بتأكد لللي قدهمك إنك فاهم ودارس مشروع كويس وخلينا ناخد بعض الأمثلة اللي تطبق فيها الطريقة دي عشان تستوعبها أكبر وتشوف تأثيرها المعمار الدنماركي بيرك إنجلز من أكتر المعماريين على الساحة حاليا اللي بيشتغلوا من المنطلق ده في كل مشاريعه وبيكسب بيها كل المسابقات اللي بيشارك فيها تقريبا للسبب ده تحديدا مع إن ربما تكون مشاريعه من الناحية الجمالية مش الأفضل مقارنة بالآخرين ولكن قدرته على إقناع لجنة التحكيم بفكره وفلسافته في التصميم وبالبروستس اللي من خلالها قدر يجنريت الفورم وتأكيده على إن كل خط في المشروع له سبب ومفيش حاجة من فراغ ده بيأكد على إنه دارس المشروع بشكل كويس جدا وعشان كده بيختاروا مشاريعه وبيكسب المسابقات وخلينا ناخد مثال من مشاريعه ونصيحة تابعوا مشاريعه هتستفادوا كتير جدا منها ده مشروع مجمع ساكني في هولندا كان عبارة عن مسابقة فاز بيها مكتب بيج واستخدم فيها نفس الإسلوب تعالوا نشوف هل الشكل ده طلع بشكل عشوائي ولا بشكل مدروس المشروع بيقع في حي تاريخي في أمستردام في موقع مميز جدا في وسط نهر ومعروف طبعا ارتباط بيوتهم في أمستردام بالمية ومن هنا كان المبدأ التصميمي اللي هيشتغل عليه أول حاجة بدأ بعمل مجسم بسيط للنسمة المسموح يبني بها من الأرض وحدد الارتفاعات المسموح بيها وعملهم في مجسم في حدود الأرض بشكل بسيط ومن خلال دراسته للموقع والبرنامج الوظيف للمشروع هيبدأ في اتخاذ قرارات تصميمية هتكون هي المحرك الأساسي لتكوين المشروع وبما إن عرض الأرض كبير وبالتالي هيصعب تهوية وإضاءة الفراغات والوحدات السكنية الداخلية فأول قرار تصميم خده هو إنه قرر إنه يعمل كورت داخلي أو فناء عشان يوزع عليها الوحدات السكنية بحيث تكون كلها مضاءة بشكل طبيعي بتتمتع بالفيو وقال إنه مستوحى من الأفنية في المباني الأوروبية الكلاسيكية وعشان الإضاءة توصل بشكل أكبر للفراغات المطلة على الفناء الداخلي عمل قصرة أو انحناء في الكتلة جهة مصار الشمس منها ضمان وصول الضوء للفراغات كلها وخصوصا في الأدوار السفلية واللي كان هيوصلها ضوء الشمس بصعوبة ومنها إن الانحناء ده جهة المدخل وبالتالي تأكير على المدخل من الناحية الجمالية وكترحيب بالزوار وهنا عمل قطع في الكتلة عشان مدخل المشروع وده لقطة المدخل والفيو اللي بيشوفوا الناس من مدخل المشروع وتأكيدا على فكرة ربط النهر بالمشروع من منطلق ثقافة المستخدمين عمل قطع في الكتلة من جهة النهر وسمح للمياه تدخل داخل الفناء الداخلي عشان يكون مرسل القوارب الصغيرة ومكان لممارسة الرياضات المائية ويكون فيو للشؤة المطلة على الفناء وكمان فيو للفراغات التجارية في الدور الأرضي وبالتالي أصبحت كل الوحدات السكنية بتتمتع بفيو على النار وده اللقطة من الفناء وشوفوا الأنشطة اللي ممكن يعملها الناس في المكان وهنا بيوريك ازاي تحقق الفيو لكل الوحدات السكنية من الجانبين جهة البحر وجهة المدينة التاريخية وكمان استغل الميل في الكتلة وعمل طراصات بجلسات خارجية متدرجة للسكان عشان يستمتعوا بالفيو مش بس كده ده عمل تراك أو ممشى بيطلع عليه الناس وزوار يلفوا على مبنى كله وكأنه مدمار للمشي والرياضة وشوف النواحي الجمالية في المبنى وتحقيق التدرج في الكتلة بشكل جميل والإقاع اللي استخدمه في عمل البلكونات بالتنوب عشان يكسر التقرار ده غير المعالجات البيئية ومبادئ الاستدامة اللي حقاها قمة الإبداع والبساطة في خلق شكل بسيط محلول وظفيا وكمان بشكل جميل حول المشروع من مجرد مبنى سكن عادي لكوميونيتي أو مجتمع كامل مشروع لو قعدنا نتكلم عليه للصبح مش هنخلص وكان صعب جدا طبعا مشروع زي ده ما يكسبش المسابقة وحاليا المشروع بالفعل قائد التنفيذ وعشان كده لازم تفكر بالطريقة دي وانت بتصمم مشروعك بدل ما تحير نفسك وتقعد تدور على مشاريع تنقل منها في حين ان الحل تحت ايدك محتاج بس تتعب نفسك شوية وتفكر وتدرس مشروعك كويس ولو شفت اغلب مشاريع بيارك هتلاقي عمل الفورب بالطريقة دي طبعا انا مش بقولك ان دي الطريقة الوحيدة للتصميم او هي الطريقة الوحيدة الصحة اللي ممكن تشتغل بيها لا طبعا في طرق كتير جرب واشتغل بالطريقة لتياحك المهم توصلك لهدفك وهو انك تطلع مشروع مميز والوقت هولوكو على بعض النصايح المهمة اللي هتساعدكو كتير وانتو شغالين على الوجهات نمرة واحد التصميم المعماري عموما وتصميم الوجهات خصوصا بيحتاج لوقت وتجربة ومحاولات كتير واشكلتك انك بتزهق بسرعة تحاول مرة وتزهق وتقول انا مش عارف اصمم لازم تجرب وتحاول مرة واثنين وعشرة لغاية ما توصل الكربوزية عمل خمس مقترحات لمالك فيلا صفواء الشهيرة لغاية ما اقتنع ووافق عليها وانت مش عاوز تتعب نفسك شوية تصميم الوجهات بيحتاج لوقتي كافي مش قبل التسليم بيومين نمرة اتنين صمم في المنظور او في 3D ده هيساعدك كتير في الحصول على نتائج افضل زي ما شفنا نمرة ثلاثة فكر اولا في القتل والفورم ثم في التفاصيل وشكل الفتحات والعناصر الجمالية نمرة اتفرج على وجهات مشاريع كتير وقرأ الافكار اللي وراها ده هيخلى عندك مخزون كبير من الافكار هتستدعيك تلقائيا وانت شغال على مشاريعك نمرة خامسة لما تتفرج على وجهات حاول تدل نفسك وقت وحللها من نحية مبادئ وقسط التشكيل وشوف ازاي المصمم استخدمها في المشروع واسأل نفسك ايه اللي عجبك في التصميم وايه اللي ما عجبكش نمرة ستة استلهم بحرفية وباللي يناسب مشروعك وبلاش التقليد الاعمى او النقل بدون وعي خليك معلم نمرة سبعة اتعلم اسس ومبادئ التشكيل هتساعدك كتير في كل تصميماتك بابلو بيكسه ليه وقوله بيقول اتقن القواعد كمحترف حتى تتمكن من كسها كفنان نمرة تمانية البساطة وعدم التعقيد من اهم اسباب نجاح التصميم نمرة تسعة صمم على قدر امكانياتك سواء هتشتغل من منوال او بالبرامج بمعنى ما تروحي تعمل اشكال اورجانيك وبرامترك وكرفات طلعة ونازلة وانت لسه ما تعلمتش البرامج اللي هتساعدك في ده كده انت بتظلم نفسك نمرة عشرة راجع تصميمك اكتر من مرة وفكر ازاي الناس هتشوف وجهة مشروعك ازاي هيقروها وخصوصا غير المعمريين وفكر في الاحساس والشعور اللي هيوصل لهم لما يشوفوها واخيرا اختم بمقولة للسير دومون فوستر بيقول يتطلب الامر الكثير من الجهد لجعل المبنى يبدو سهلة وبكنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يراب تكونوا استفادتم بتنساش بتفعلك ونشرك للفيديو ده انت بتساهم في دعم محتوى عربي هادف ومفيد تابعوا حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي بنزل عليها مشاريع ومواضيع مفيدة اشوفكم على خير ودومتم معمريين اشتركوا في القناة